اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا والاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتخدة لاستقبال العام الدراسي الجديد وقد وجه السيد الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الجهات لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية لضمان سلامتهم وانتظام العملية الدراسية كما وجه السيد الرئيس بتكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا خاصة ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها في هذا الصدد إلى جانب الخطة العامة للتعايش على مستوى الدولة وقد وجه السيد الرئيس أيضا بضمان توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمساعدة كافة العاملين في القطاع الصحي ومعاونتهم على أداء مهمتهم على أكمل وجهة وقد استعرضت الدكتورة هالا زايد جهود الدولة في إطار مكافحة تدعيات أزمة فيروس كورونا منذ اندلعيها عالميا واكتشاف أول حالة في مصر وحتى الآن واستعرضت الموقف الراهن من نسب الإصابة والتعافي من الفيروس على مستوى الجمهورية مشيرة إلى نجاح الدولة خلال الفترة الماضية في العبور بسلام بالعديد من الفعليات الوطنية الضخمة على الرغم من الوضع الوبائي العالمي المتفاقم خاصة امتحانات السنوية العامة وانتخابات مجلس الشيوخ وتأمين القرى السياحية والمطارات والموانئ وذلك من خلال منظومة متكاملة تم تشكيلها للاحتواء على مستوى الجمهورية تضمنت تطوير المستشفيات وإقامة العيادات المتنقلة وتطبيق إجراءات الكشف والعزل والتعايش وتوفير التحاليل المعملية اللازمة وتحديث بروتوكولات العلاج الطبية باستمرار ذكرى المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة على مدار العامين الماضيين في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة وذلك تحت مظلة 100 مليون صحة خاصة ما يتعلق بعلاج فيروس سي وغيره من الأمراض المزمنة وفي هذا السياق وجه السيد الرئيس باستمرار جهود الدولة في إطار المبادرات الرئاسية في مجال الصحة وتطويرها لما لها من مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين بالإضافة إلى أنها أدت إلى رفع كفاءة الأطقم والبنية التحتية الطبية في مصر وتحسين المؤشرات الصحية واكتساب ثقة المجتمع في فعالية جهود الدولة وهو الأمر الذي دعم جهود احتواء انتشار فيروس كورونا في مصر من خلال التشخيص المبكر للعديد من الأمراض المزمنة وعلاجها في إطار تلك المبادرات كما تم استعراض الجهود الحالية للدولة بالتعاون مع الجهات الدولية المختلفة وكبرى الشركات الطبية العالمية لاكتشاف الأمصال اللازمة لمكافحة فيروس كورونا حيث وصلت التجارب السريرية إلى مرحلتها الثالثة فضلا عن جهود وزارة الصحة في التواصل مع المواطنين من خلال التطبيقات الذاكية ووسائل التواصل الاجتماعي كما اطلع سيد الرئيس على موقف المساعدات الطبية المصرية المقدمة إلى عدد من الدول الإفريقية في إطار المبادرة الرئاسية لعلاج مليون مواطن إفريقي من فيروس سي بالإضافة إلى المساعدات الطبية المصرية التي تم إهداؤها مؤخرا إلى كل من لبنان والعراق